من كامب ديفيد إلى أسلو وصولاً إلى واشنطن يحمل العرب أوراق هزيمتهم ليرسم عليها واقعاً لم يكن واقعاً لولا حالة الذل والهوان وأزمة الهوية والنكوس الحضاري يتجل التطبيع مع الصهاينا هذه الأيام في أسوأ صوره المشؤومة عندما وقعت في فخ السلام الواهم دول عربية كانت ذات يوم عائقاً ولو شكلياً ضد مشروع التجين الأمريكي للواقع العربي أعلم الإمارات والبحرين إلى جانب عالم الكيان الصهيوني في مشهد يخدش حياء الأمة ويهز وجدانها الشعبي الذي لم يتصور يوماً أن يعترف بكيان مغتصب كجزء من المنطقة بعد أن استوطن أرضاً ما زال شعبها حياً مشرداً لاجئاً يخلد مأساة تغريبته عن أولى القبلتين الأقصى المبارك حيث لا شبهة ولا التباساً في محورية قضيته ولو تعام المطبعون الباحث عن تبرير لهذا التطبيع لن يجد له مخرجاً ولا يمكن قراءته من منظور فقه الواقع فلا يسقط عدو لخصومة عدو آخر ولا يصبح الذئب حملاً وديعاً بذريعة وجود ذئاب أخرى المثال هنا عن إيران التي تعد أكبر المستفيدين من حالة التشتت العربي وإن أظهرت العداء للصهاينة خلافاً للواقع الذي يؤكد استفحال خطر هذين المحتلين مقابل تشض مستمر في الجسد العربي والإسلامي التطبيع يسير كما هو مرسوم له على مستوى الكيانات السياسية لكن حالة التدجين لم تتم ولن طالما أن الضمير العربي والإسلامي مفطور على رفض الاحتلال والظلم ومتمسك بمقدساته وفي تاريخ القدس الطويل وقفات وعبر ترجمة نانسي قنقر